العالم يتقدم بشكل سريع ومرحلة التكنولوجيا وصلت إلى مراحل متطورة جداً إلى أن وصلنا إلى مرحلة الذكاء الصناعي حيث بات للآلة عقل تفكر به وأصبحت تزاحم العقل البشري في كثير من المجالات أصبحت برامج الكمبيوتر تتميز بخصائص تجعلها قريبة جداً من القدرات الذهنية للبشر وأنماط عمل عقله ليس ذلك فقط بل باتت قادرة على التعلم والاستنتاج والتصرف من تلقاء نفسها واليوم نحن البشر لنا علاقة وبشكل مباشر ويومي مع الذكاء الصناعي وإن كنا لا نشعر بذلك فمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تعتمد على هذا الذكاء في عدة مجالات كترشيح الأصدقاء في أغلب حسابات التواصل الاجتماعي كفيسبوك وتويتر وإنستجرام وغيرها وكذلك نشر الإعلانات والمنتجات التي تهم المستخدمين لهذه المواقع ستجد الذكاء الصناعي أيضاً على هاتفك المحمول وخصوصاً في برامج المساعدة كبرنامجي أليكسا وسيري والذين يستجيبان بسرعة البرق وبدقة متناهية إلى طلبات المساعدة من مستخدم الهاتف المحمول ناهيك عن روبوتات المحادثة مع العملاء التي وفرت الكثير من الموظفين على أصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة والكبيرة وهناك ذكاء صناعي أضخم وأقوى وباتت الدول تستخدمه في قطاع النقل حيث طورت بعض الدول سيارات ذاتية القيادة يبرز الذكاء الصناعي بشكل واضح أيضاً في المجال الطبي حيث أصبحت التقنيات الجديدة تساعد الأطباء في إجراء العمليات حتى المعقدة منها لم تقتصر فائدة الذكاء الصناعي على الأرض بل وصلت إلى الفضاء إذ يتم تطوير روبوتات قادرة على مسح البيانات الفضائية البعيدة والتعرف على كواكب جديدة قد تكون صالحة للسكن وبسبب أهمية الذكاء الصناعي ودوره القادم في مستقبلنا أولت العديد من الدول عناية خاصة بهذا الموضوع ورصدت له ميزانية ضخمة وأعدت له خططاً مستقبلية دقيقة وهذا ما يثير قلق بعضهم على مصير الكثير من البشر العاملين الذين قد يستبدلون بالآلات والروبوتات إلا في حالة واحدة وهي تكيفهم مع هذا التطور التكنولوجي الهائل